وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويوضح لنا ويعلمنا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا فالمصريين بيقولوا كده عشان يعلموا الناس الإنفق في الخير ليه؟ لأنه هما لما علقوا الإنفق ده على ما في الغيب إلا حاصل علقوا الإنفق ده على حكمة ربنا أن أنت يبقى عندك يقين لأن مين اللي عنده احتزاز في اليقين في عطاء الله وفي رزق الله البخيل فبيقولوا لتحرك يا أخي انفق ما في الغيب يأتيك ما في الغيب يعني إيه يأتيك ما في الغيب وفي السماء رزقكم وما توعدون رزقك موجود مش بيقولوا زي ما بيجي بعض الناس اللي عايزين يبرروا لنفسهم إن هما ما يكونوش متزنين فيقولوا إسرف ما في الغيب يأتيك ما في الغيب وكأنه بدون ضابط ورا رابط لا لاب يقولوا أنفق زي ما حضرت النبي قال لي السيدة عائشة يا عائشة لا تحصي فيحصى عليك فما توجعوش قلب أولادكم وتأزوهم بأن انتوا تضيقوا عليهم انفق ما في الغيب يعني انفق الرزق الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وأعطاه الله لك وكن على يقين بما كاتب الله لك من رزق ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله والله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية يعني إلا ما كان في تفاخر وتباهي أو إسراف وخيالاء وعشان كده وكأن ده كمان بيكرس فينا الكلام الباهي كلام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن رب العزة يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يد الله ملأة حضرت النبي يقول لنا يد الله ملأة لا تغيض ونفقة سخاء سحاء الليلة والنهار يبقى إلا حاصل ما تخافش الله سبحانه وتعالى مش هيمنع عنك رزق ويا سلام لما الأموال تخرج كده وتيجي توصل لقلوب الأحباب وهم حسين أن الورق أو الرقم مش أحب لك منهم ده هم أحب إلى نفسك وما تبقاش أنت زي ما ألحظت النبي وحذر حذر وماذا قال هلك عبد الدينار هلك عبد الخميس إيه هتكون عبد الدينار تحرر تحرر وأنفق ينفق الله عليك يبقى أنفق ما في الجيب الله ينفق عليك ما في الغيب الله هو ده الفهم الصحيح وإحنا حفظين حديث رسول الله سلم ما من مال نقص من صدقة ما فيش مال ما نقص مال من صدقة ما فيش مال بينقص من الصدقة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ده بأنه يعلم الصحابة أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما سؤل عن أي شيء إلا وأباحة صلى الله عليه وسلم إلا وأعطى حتى قال الشعر لو لا الصلاة لكانت لا أهو نعم يعني إيه لو حضرت النبي بيصلي وفي الصلاة بيقول أشهد وقال لا إله إلا الله لكان كل كلامه نعم وهو ده معنى الإنفاق ولذلك الإنفاق ماذا يجعل العبد يخرج من قلبه التعلق بما سوى الله الإنفاق كده يخليه متعلق بما عند الله ولذلك النفقة المتزنة تجعل العبد إيه اللي حاصل متعلق بالله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله هو ده المقصود ولذلك إحنا لازم نفهم الكلام بشكل صحيح آه هناك استعمال بشكل خطأ لهذه العبارة أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب آه في استعمال غلط والاستعمال الغلط ده جي منين بقى الاستعمال الغلط ده جيه عند المصريين شوية من إيه؟ من حد عايز يخلي كلامنا منحرف فيبتد يصدر للناس إيه ده أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب إيه ده دي دعوة للإسراف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة